فالنهاردة احنا منتكلم على مباراة لفريق عنده موقف صعب في الدوري وفي الجدول هو فريق امبي مع الزمالك اللي طبعا شفت النهاردة اجزاء ولقطات من التدريب الاخير كنت موجود النهاردة في نادي الزمالك عجبني جدا نروح اللعيبة جروس وقف مع اللعيبة قبل بداية التدريب تكلم معهم لمدة عشر دقايق طبعا كلام تحفيزي وكلام مهم جدا قبل الموقع المحلية المهمة جدا مع فريق امبي كهرباء وقف مع امير عزم مجاهد برضو كلام جانبي مهم جدا في توقيت مهم جدا بعد طبعا جلست المستشار المرتضى منصور بالامس مع الجهاز الفني ومع اللاعبين وجلست المستشار المرتضى منصور مع جروس تحديدا في جلسة خاصة جمعتهم هم اللي اتنين فقط ولم يكن معهم احد يعني هو جاب الراجل تاني يوم ماتش ناصر حسين داي وقعد معه وكلامه كان واضح وكلامه علشان اطمن الجماهير المصرية او جمهير نادي الزمالك تحديدا يعني كلامه هو كلامكم كلامه كرئيس نادي الزمالك هو كلامكم كلام جمهور نادي الزمالك فيما يخص كل التحافظات وكل الانتقادات وكل اللي انتوا عايزينه من المدير الفني السويسري كريستان جروس كل ده نقله بنبض المشجع الزمالكاوي المستشار مرتضى منصور لكريستان جروس وكلامه كان واضح جدا معاه حتى بعد كده لما قعد مع اللعيبة واتكلم على ان العدل اساس الملك واتكلم على ان لازم يبقى هناك تفكير خلاق وابداع في التغييرات ويبقى فيه مساومة بين اللعيبة مفيش حد احسن من حد مفيش حد يتميز عن حد اللعيبة اللي بتتمرن كوي يستلعب في التشكيل الاساسي في نادي الزمالك نادي الزمالك وراجه مهور بالملايين مش هزار وكل لاعب من دول علي انه يعلم ان هناك ملايين وعشرات الملايين في مصر وفي الوطن العربي وفي كل مكان في العالم ياما بيناموا فرحانين ياما بيباتوا زعلانين طبيعي جدا ان لعيبة نادي الزمالك تستشعر هذا الامر في هذا الوقت الهام شايفين ملاحقة الفرق الاخرى لنادي الزمالك برمز بيكسب سموحة بالاربعة باداء هايل جدا الاهلي وطبعا المسار المرتضى مصورة علق على قصة النادي الاهلي مع بعض الاخطاء التحكمية اللي بترعب لصالحه خلال الفترة اللي فاتت والكل بيتكلم في ده بمنتهى الصراحة النهاردة بنتكلم على منافسة مفيش حد بعد ربنا سبحانه وتعالى مع الزمالك بعد ربنا إلا إدارة قوية وقفة وراء الفريق والفريق نفسه بأقدام اللاعبين وفارق الست نقاط والفارق اللي مع برمز هم اللي عليهم ان هم يحافظوا على هذا الفارق حتى نهاية الموسم قبل مباراة القمة مع النادي الاهلي إن شاء الله نادي الزمالك وحافظ على فارق النقاط ويبدأ من مباراة انبي الصعبة جدا ثم لقاء طلاع الجيش ثم نذهب إلى المعمع الإفريقية مع بيترو أتليتكو ثم نعود مع مصر المقاصة في بطولة تانية خالص بطولة الكاس وبعد كده نرجع تاني لبيترو أتليتكو في أنجولا وبعد كده بنكلم على المقاولين العرب في الدور المصري جورمه يالكيني وأنصر حسين ضاي وفي النهاية يوم 30 مارس إن شاء الله لقاء النادي الأهلي في قمة القرى المصرية في نهاية الدور الأول المفترض يعني ما بقى ناشعر فين الدور الأول من الدور الثاني